من فشل تنفيذ اتفاق الرياض إلى فشل تنفيذ المصفوفة المتعلقة به تدور مفاوضات الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي في حلقة مفرغة المصفوفة التنفيذية التي جاءت هروبا من استحقاقات اتفاق الرياض ونصت على سحب الأسلحة الثقيلة من المجلس الانتقالي ودمج هذه الميليشيات في وزارة الداخلية والدفاع وتسمية محافظ ومدير أمن لعدن هي الأخرى باتت مهددة بالفشل بعيد اتهام الحكومة للمجلس الانتقالي بعرقلة تنفيذها أيضا وإلى جانب اتهام المجلس الانتقالي بعرقلة تنفيذ المصفوفة المتعلقة باتفاق الرياض اتهم المصدر الحكومي قوات المجلس الانتقالي بالبحث عن أي تصعيد لإفشال الاتفاق وذلك بتهريب الكثير من الآليات العسكرية والأسلحة إلى خارج مدينة عدن وبموازات ذلك حذرت الحكومة المجلس الانتقالي من مغبة لاستمرار في سياسة التعنت والسعي لإفشال الاتفاق ووضع العراقل أمام تمكين الحكومة من ممارسة مهامها في عدن مؤكدين أن ذلك قد يعيد المفاوضات إلى نقطة الصفر إلى ذلك نددت الحكومة ببيان ما يسمى بالجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي الذي تضمن اتهامات للحكومة بعرقلة الاتفاق مؤكدين أن ما ورد في البيان يعكس نيات مبيتة لإفشال الاتفاق أكثر من شهرين مرة على تنفيذ اتفاق الرياض وأيام من إعلان مصفوفتها التنفيذية إلا أن شيئا لم ينفذ من استحقاقاته حتى الآن سوى عودة جزئية للحكومة وهو ما أرجعه مراقبون إلى رغبة التحالف بإبقاء الوضع على ما هو عليه مضطربا في المحافظات المحررة ترجمة نانسي قنقر